تأليف اللجنة الوزارية المصغرة لم يثني القيمين أساساً على قانون الانتخاب عن اللقاء فبعد جلسة مجلس الوزراء اجتمع الوزير جبران باسيل إلى وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري في قصر بعبدة ورجحت المصادر الذهاب إلى قانون الانتخاب المشهور بالتأهلي فما هو هذا القانون؟ القانون التأهلي هو الاقتراح المقدم من رئيس المجلس النيابي نبي هبري يعتمد هذا الاقتراح على التأهيل على مستوى القضاء وفق النظام الأكثري أي يذهب الناخب ليقترع بدورة الأولى ضعف مقاعد مجلس النواب أي 256 مقعداً في هذا الاقتراح كل طائفة تنتخب نوابها أي المسيحيون ينتخبون نوابهم والمسلمون ينتخبون نوابهم في الدورة الأولى لنأخذ صيدة مثالاً هناك مقعدان سنيان حيث ينتخب المقترعون أربعة مرشحين من السنة يتأهل هؤلاء إلى الدورة الثانية على مستوى الجنوب دائرة واحدة فيجري انتخاب نائبين من هؤلاء الأربعة على أساس النسبي باختصار هذا القانون طائفي أكثري على مستوى القضاء وغير طائفي نسبي على أساس المحافظة إذا ما اعتمد هذا القانون فسيحصل تحالف حزب الله حركة أمل والطيار الوطني الحر إضافة إلى القومي والمردة أي قوى الثامن من آذار يحصل على ما يقارب 75 مقعداً إلى 78 مقعداً في المقابل تحالف الاشتراكي والمستقبل والقوات يحصل على ما يقارب 50 مقعد